بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع حول ليبيا، دعا مجلس الأمن الدولي إلى نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في هذا البلد. مجلس الأمن طلب من الأمين العام أنطونيو جوتيريش نشر المراقبين من أجل متابعة وقف إطلاق النار مشيراً إلى أنه ينتظر خلال 45 يوماً كحد أقصى، تقريراً حول التحضيرات التي يجريها فريق المراقبين. ومن المرتقب أن يتسلم مجلس الأمن خلال المدة المحددة التقرير، وكذلك اقتراحات فريق المراقبين العملية لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار مهمة يتوقع أن يكبر حجمها بشكل تدريجي وتتوسع جغرافياً. وكان جوتيريش قد دعا في تقرير النهاية عام 2020 إلى إنشاء فريق مراقبين غير مسلحين دون تحديد عددهم، يكون مؤلفاً من مدنيين وعسكريين متقاعدين متحدرين من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وذلك بالتوافق مع الأطراف الليبية. وفي تقريره تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن أسوس آلية قابلة للتطوير لمراقبة وقف إطلاق النار من جانب الأمم المتحدة المتمركزة في سيرت على أن تمتد عملية المراقبة بعد ذلك لتشمل كل أراضي البلاد. من جانبهم أوضح دبلوماسيون أن طليعة فريق المراقبين ينبغي أن تتضمن حوالي ثلاثين شخصاً.